السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم بحلقة جديدة هذه من الحلقات الجديدة التي سنبدأها مع شركة أوربكس هنا معكم أشرف العيدي وسنعطيكم صورة والنظرة عن الأسبوع ماذا نتوقع في هذا الأسبوع فيه هناك يعني رح يكون كتير مهم الأسبوع هذا لأنه يوم الثنين هذا يوم واحد من شهر الثنين فبراير سنبدأ ببيانات مؤشر الصناعي في الولايات المتحدة وهو Services ISM إذا بتشوفوا هنا بالكالندر بالرزنامة هنا بالجدوى لعندكم هذا سيأتي ساعة 3 ساعة ساعة 10 الصباح بتوقيت نيويورك وهو ساعة 3 بتوقيت لندن وهو ساعة 6 بالمساء بتوقيت السعودية والسبعة بتوقيت دبي Services ISM وهذا كتير مهم وهو المؤشر الصناعي الذي يأتي لشهر واحد وطبعاً أي رقم أقل من خمسين هو يعتبر انكماش والرقم الرقم البيان الماضي بشهر اثناش أتى تحت خمسين إلى ثمانية واربعين فاصل اثنين والآن توقع يتوقع السوق أنه نوعاً من الارتداد إلى ثمانية واربعين فاصل خمسة هذا رح يكون مهم ولكن قبل ذلك قبل ذلك قبل الساعة ثالثة ثالثة مساء بتوقيت لندن رح ييجي الساعة واحدة ونصف واحدة ونصف اللي هو الكور بي سي اي برايس اندكس عندك البرسنال انكم وهو المؤشر المستهلكين في الولايات المتحدة يعطي فكرة عن القوة المستهلك المستهلك ولكن اهم ايشينا اللي 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 هو PCE Price Index هذا PCE Core Y on Y هذا يعني هو مؤشر المستهلكين مؤشر الأسعار من المستهلكين في الولايات المتحدة وهذا نوعاً من مؤشر الضخم وسيأتي الساعة واحدة ونصف بتوقيت لندن وهذا هو المؤشر الرقم الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي اللي يتضخم وطبعاً نعرف أنه البنك المركزي الأمريكي يستهدف تضخم لتنين بالمئة واحد فاصل ساعة بالمئة لتنين بالمئة ولكن الرقم هذا بقى تحت واحد فاصل خمسة بالمئة ولآن نتوقع أنه سيتحسن من واحد فاصل تاته إلى واحد فاصل أربعة فإذا لم يكن طبعاً إذا سيأتي واحد فاصل أربعة بالمئة فطبعاً هذا نوعاً من تحسن ولكن نساته تحت واحد فاصل خمسة بالمئة وإلا إذا يكون فيه رقم فوق واحد فاصل خمسة بالمئة فهذا يعتبر يعطي قوة للدولار فهذا كتير مهم طبعاً الأسبوع هذا سيكون هناك عندنا بيانات الوظائف في الولايات المتحدة عندنا وعدنا سوبر ثرزدي يوم الخميس وهو سوبر ثرزدي يوم الخميس الجبار الكبير الذي كل ثلاثة كل ثلاثة أشهر يوم الخميس يأتينا قرار البنك المركزي الإنجليزي يعطينا المينيتس وهو يعني التقرير ومن الذي صوت إلى رقف عن فائدة أو التخفيض الفائدة وبنفس الوقت سيأتينا تقرير التضخم المالي في بريطانيا وهذا يأتي كل وهذا يأتي كل ثلاثة أشهر يعني يعني ربع سنة فسأصل عليه هذا سأتكلم عليه لما أوصل إلى يوم الخميس بس بدي أحذركم يعني الآن اليوم الثنين فكمان مرة رح نبدأ بساعة واحدة ونص بتوقيت لندن بالكور بي سي برايس اندكس اللي هو المؤشر المستهلكين كل المتحدة وبعد ذلك ساعة ثلاثة سيأتينا المؤشر الصناعي وبعد ذلك عندنا دراقي رئيس البنك المركزي الأوروبي سيتكلم الساعة أربعة مساء بتوقيت لندن يعني الساعة السبعة بتوقيت السعودية وتمانية بتوقيت دبي وبعد ذلك الساعة وبعد ذلك الساعة بعد ذلك عندنا عندنا الساعة ستة مساء لا اسمحونا ساعتين بعد ذلك الساعة ستة مساء بتوقيت لندن عندنا فشر وفشر هو عضو كتير مهم في البنك المركزي الأمريكي هو يسمى نائب الرئيس البنك المركزي الأمريكي يعني هو منصبه تحت جانت يالن وهذا كتير مهم لأنه لازم أنه نبحث عن أي لمحات وأي هندس والإشارات أنه هل البنك المركزي الأمريكي مستعد أنه لا يرفع أسعار الفائدة في شهر ثلاثة فلازم نتكلم أنه ماذا سيتكلم وماذا سيقول عن المقاطعة والتباعد بين السوق الوظائف القوي في الولايات المتحدة والتضخم المؤشر التضخم الضعيف في الولايات المتحدة وطبعا لماذا سيقول عن الإترابات في الأسواق المالية وإلى آخر والآخر فهذا كتير مهم فهذا كل يوم يوم الثنين ويوم الثلاثة بيوم الثنين مشهر الثنين عندنا الثنين عدنا عدنا أرقام البطالة في ألمانيا عدنا أيضا مؤشر البناية وهو الكونسروكشن بياماي في بريطانيا هذا طبعا أربعة ونصف بتوقيت نيويورك تسعة ونصف بتوقيت لندن وعندنا كمان وهدول من أهم البيانات يوم الثلاثة وبعد ذلك عندنا في يوم عدنا طبعا البياماي وهم المؤشر في عندك المؤشر الصناعي وعندك المؤشر الخدمات من المدات المتحدة وعندك إشي اسمه The Composite اللي هو المؤشر الإجمالي الذي يجمل الصناعي والخدمات وهذا ما يسمى بالكمبوزيت وفيه طبعا مؤشر لفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو إجمالية وهدول سيأتون بين بين الساعة تسعة إلى خمسة والساعة تسعة بتوقيت لندن غدا وعندنا كمان مؤشر الخدمات مؤشر الخدمات من بريطانيا وهذا اللي هو يلعب بالسيرفز بياماي والسيرفز بياماي وهذا كتير مهم لأنه طبعا بريطانيا هو اقتصاد الذي يعني يتكل ويعتمد عن المؤشر الخدمات وهو يدعو بالسيرفز بياماي وهذا سيأتي في في ثلاثة شهر ويتوقع أنه سيكون هناك نوع من نتراجع من 55.5 إلى 55.4 عندك مؤشرات التجزئة مبيعات التجزئة من من أوروبا من ونطقة الأورو هذول بالعادة لا يؤشرون ولا يؤثرون عن الأسواق كثير الشيء المهم طبعا اللي هو اليوم الأربعة وكل يوم أربعة قبل الجمعة تحت البيان الوظائف في الوطن المتحدة طبعا اللي هو الـ ADP والفرق بين هذا بيان الوظائف في الوطن المتحدة وبيان الوظائف الذي يأتي يوم جمعة لكل القطاعات ولكن هذا إلا للقطاع الخاص للوظائف اللاحكومية وهذا طبعا يعني يصدر كل يوم بيوم الأربعة في نفس الأسبوع الذي سيصدر فيه الـ NFB وسيأتي ساعة 8 وربع الصبح بتوقيت نيويورك اللي هو الوحدة وربع بعد العصر الوحدة وربع الظهر بتوقيت لندن ADP وهذا يتوقع أنه سيتراجع من 257 إلى 190 طبعا يعني تراجع هذا إذا يأتي على حسب التوقعات طبعا فلن يكون أي شي كتير كتير مش راح يكون إيش كتير سلبي لأنه خذوا بالاعتبار أنه 257 كان رقم كتير قوي و190 على الرغم من أنه هو هبوط يعني ملحوظ من 250 كتير قوي وحتى 150 ألف يعني كتير قوي فلازم نشوف إذا سيكون هناك أي مفاجآت فهذا سيأتي يوم الأربعة وبعدين يعني ديروا بالكم أنه في عندك مؤشر هذا مؤشر الخدمات ولكن وبنفس اليوم بعدنا كمان مؤشر الخدمات ISM ISM هي شركة الذي يأتي يعني هذا المؤشر يأتي يحضر من الوزن المتحدة ولكن PMI هي شركة التي تعطي نفس المؤشرات لأوروبا والبريطانيا والأمريكا وهذا مهم ولكن على القطاع الولايات المتحدة الذي يهم لمؤشر الخدمات ومؤشر الصناعي اللي هو ISM زي اليوم يوم الثانين رح يجي من الصناعي والخدمات سيأتي يوم الأربعة وهو كثير مهم من 55.3 إلى 55.2 هذا سيتوقع فطبعا هذه الأشياء المهمة رح نشوفها يوم الخميس كما قلت اللي هو قرار البنك المركزي الإنجليزي اللي سيأتي الذي سيأتي طبعا الساعة 12 يوم الخميس ولكن اللي بدنا نقوله اللي هو كتير مهم أنه طبعا بنفس الوقت عندك البنك المركزي قرار البنك المركزي الإنجليزي طبعا القرار مش رح يكون أي تغيير فمش مهم الإشي اللي مهم هو وهو التقرير التضخم المالي الربع سنوي الذي يأتي في شهر 2 وشهر 5 وشهر 8 وشهر 11 وهذا كتير مهم لأنه سيعطي وجهة نظر البنك المركزي الإنجليزي عن تضخم المالي وعن النمو وطبعا نحن نتذكر أنه بشهر 11 هذا كان من العوامل التي أشرت على الباوند لما أتى هذا التقرير بشهر 11 وحبط الباوند يعني بقوة وبعد ذلك عدنا شهادة تكارني محافظة البنك المركزي الإنجليزي وهذا كمان رح يصدر ساعة 12 وكمان بنفس الوقت وهذه آخرا وليس آخرا وهذا كتير مهم اللي هو أنه هل سنرى عضو من البنك المركزي الإنجليزي وهو مكافرتي هل سيغير رأيه وهل سيسحب تصويته لصالح رفع الفائدة لأنه الآن التصويت هو 8 إلى 1 8 يصويتون غير رفع الفائدة وهو الوحيد فهذا كمان سيأتي ساعة 12 ساعة 12 بتوقيت لندن ساعة 7 بتوقيت نيويور فهذا كتير مهم وكل الأشياء هذه ستحدث في نفس الوقت وطبعا يوم الجمعة وطبعا يوم الجمعة الآن رح طبعا هو بلاد المتحدة وبنالأرقام رح نشوفها أنه عندك النون فارم وهذا سيأتي يوم الجمعة طبعا عادة ساعة 8 نصف بتوقيت نيويور واحدة ونصف بتوقيت بتوقيت لندن عندكم وفي الولايات المتحدة فالنون فارم بيرول نتوقع السوق يتوقع 190 ألف بعد 292 ونسبة البطالة تتوقع أن تبقى تبقى كما هي في 5.% 5.% ولكن من الأشياء التي تهم أيضا أن المراجعات اللي هما كيف سكون تأثير المراجعات من الشهرين الماضيين وعنده كمان رقم الأرقام البطالة والأرقام الوظائف في الكندا في نفس الوقت التي أيضا ستأتي الساعة 8.5 بتوقيت نيويورك وإلى 1.5 توقيت لندن وهذه بالكندا ستأتي تتوقع أنه بعد الرقم هذا الارتفاع ل22 ألف تتوقع أنه سيكون هناك ضعف إلى 6.5% والبطالة ستطلع من 7.1% إلى 7.1% والعامل والعامل الثالث الكثير مهم من المتحد طبعا في عندك نسبة البطالة وعندك الوظائف والآخر وهو نسبة نمو الأجور سادتي وهذا عندك السنوي وعندك الشهري يعني من قارن يناير 2016 إلى ديسمبر 2015 هذا منث منث طبعا الرقم النسبة ستكون أقل وهذا يعطيك يناير 2016 مقارة إلى يناير 2015 وهذا متوقع أنه سيضعف من 2.5% إلى 2.2% فطبعا يمكن نشوف ضعف في الدولار إذا رقم الوظائف سيأتي أقل من 150 أو من 170 وإذا نرى أي شيء أقل من 150 أو 170 ألف وسنرى نسبة الأجور كما هي تأتي في توقعات ويمكن أن نرى ضعف جديد في الدولار الدولار يمكن أن يحافظ على قوته إذا نرى رقم على أقل 180 و 170 ألف و النسبة البطالة تبقى كما هي 5% أو ما تطلع إذا تطلع 5.1% فلازم نشوف ارتفاع في الدولار إلا على الرغم من أن نشوف ارتفاع في نسبة البطالة هذا سيساعد الدولار إلا إذا سنرى قوة والمفاجأة إيجابية في نسبة الأزور اللي هو الأبرج آورلي شكرا لكم ومع السلام وحضا أوفر شكرا